إطار الحملة التحسيسية التي تنفذها السلطات الجهوية بولاية العصابة مواكبة لانطلاق موسم الزراعة المطرية 2024 أدى والي العصابة زيارة لمناطق الإنتاج بمقاطعة باركيول شملت بعض السدود الزراعية ببلدية غلير حيث تفقد الوالي سد فراع مجيج الذي يعتبر من أهم السدود في المنطقة كما تفقد كذلك وضعية سد أخمستيدوم ليطلع على طبيعة الأضرار التي تعرض لها وعلى همش جولته الميدانية عقد والي العصابة اجتماعا موسعا بالمزارعين حثهم خلاله على مضاعفة الجهود من أجل إنجاح هذا الموسم الزراعي مواكبة لإستيرات جيات الدولة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي هدف الزيارة الأساسي هو التحسيس حول حملة زراعية المطرية زراعة الخريف حريثة الخريف هذه المناطق منطقة باركيول عموما زراعية بامتياز وعندكم تنتج ياسر من سلة قذاة كبيرة للمنطقة ونعرف المجهود اللي عدلوا المزارعين والدولة في أولوياتها دعم الزراعة قطعا دي السنة الحمد لله الأمطار فاتوا بدعوا والأبا اللي شفت اللي جاء منهم ممليا لا لا باس به مبشر وراجعين أن يخلق المزيد وذيك هي المناسبة لنما نخلوها تفوت يعود جل مطر والناس تعود ما حرثت تعود التراب خالقة والتراب تعود معطاة وقادة تنحرث فيها ما شاء الله وينتاجها كبير وتعود الناس متكاسلة عن ذاك ذاك هو هو اللي جايينكم من دوركم تبذلوا المزيد من الجهد اللي منكم يحرث واللي منكم يقد يحرث يالتوا يتوجه لذيك الزراعة المندوب الجهوي لزراعة وسيادة الغذائية أبرز الجهود التي بذلها القطاع من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات الساعية إلى تشجيع ومؤازرة المزارعين تماشيا مع التوجهات العامة والهدفة إلى تطوير وترقية الزراعة المطرية نحن على مستوانا قسمنا مئة وسبعين محراث والله سيد تقولون لها أنتم سريات والله تقولون لها لقجيات على مستوى الولاي وقطعاكم ونصيبكم منها إذا هو فات انطرحهم وقسمت 82 طون من الحبوب التقليدية تروح بها الناس للزراعة المطرية بالأخص وفات نصيبكم منها جهود للولاي للمقاطعة وفاتوا عدل الموالي توزيعها على مستوى البلديات نعرف عن هذا الموسم عنه الحمد لله فاتوا شاو فيها مطار مبشرة وعلى كل حال عنه متمادين معاكم مليدين مهامنا إن شاء الله توقفوا وقفوا فترة في الواحد وتتباركم عصيفة تنجح بها الحملة الزراعية الاجتماع شكل كذلك سانحة لمناقشة أهم الإشكاليات والتحديات التي تواجه المزارعين في المنطقة من توفير للمدخلات الزراعية وحماية المزارع وغيرها من المطالب اللوجستية هنا فيه مجموعة ويدان أخرى كبيرة منها واد صليليق وواد فرعلينا ومنها واد دخل دقلير ومنطقة بافا وماقة ودى الخد الساحلي من هنا إلى أقرج ومنها فرع الطلحاية طبعاً تابع هنا في الزر القبلة عندنا من هنا تابع البلحرات هذه مناطق كاملها مناطق زراعية هي اللي أصلاً سلط غذاء هذه المنطقة كاملة بصفة عامة يا غير الآن من أكبر المشاكل المطرحة لها مشكلة حماية المزرعات لأننا نحن أدرك الحمد لله الموسم بادئ والناس بدأت كاملة مقبلة على الزراعة يا غير النقص شديد في وسائل حماية الزراعة معناها أننا نختار ونجبر ودعم لحماية هذه المناطق للا يتنزرع الحماية هذه القلقوات بقرياج الناس اللي تحتاج قرياج وشي تحمي به ذالي لا يتعدل من المزرعات لأننا نبقى لفتة في مجال المولي لاستصلاح الزراعي حسب العالمين بقطاع الزراعة تسخر ولاية العصابة بمؤهدات ومقدرات زراعية هائلة يمكن أن تسهم إذا ما تم استغلالها إسهاماً معتبراً كماً ونوعاً في زيادة الناتج الزراعي الوطني عبدالله صوفي قناة الموريتانية مقاطعة باركيويل